حال من الترقب تسود الأوساط السياسية العربية مع اقتراب موعد نقل الصفارة الأمريكية في الكيان الصهيوني من تل أبيب إلى القدس تزامناً مع تصاعد الحديث عن اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عن خطته الجديدة لما يقال إنه سلام في الشرق الأوسط تلك الخطة التي يصفها بأنها صفقة القرن ورغم ما يحيط بتلك الصفقة من غموض بشأن محتواها وبنودها إلا أن بعض التسريبات القليلة التي تناولتها وكالات الأنباء مؤخرة تشي بأن ثمة ما يدبر في الخفاء لتصفية القضية الفلسطينية وليس حلها صحيفة معاريف الصهيونية تحدثت عن أن صفقة القرن تتضمن ما وصف بالتنازلات المؤلمة من جانب الكيان الصهيوني تنازلات تشمل انسحاب الاحتلال من أربعة أحياء في ضواحي القدس ونقلها للجانب الفلسطيني لتتحول إلى عاصمة لدولة فلسطينية منزوعة السلاح على أربعين بالمئة فقط من مساحة الضفة الغربية بينما تتجاهل الخطة الحق الفلسطيني في مدينة القدس وما بها من مقدسات إسلامية ومسيحية من جهة أخرى فإن التنازلات الصهيونية المزعومة لا تعد كونها محاولة من قبل الاحتلال للتخلص من مناطق ذات كثافة سكانية فلسطينية عالية وإخراجها من بلدية القدس ما يعني تغييرا للخريطة الديمغرافية للمدينة وتعزيزا لفرص تهويدها الأمر الذي يلقى بالطبع تأييدا واسعا من الأحزاب الصهيونية وبحسب ما تداولته بعض وسائل الإعلام العربية فإن مسؤولين عربا أبلغوا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن صفقة القرن سوف تمرر سواء قبلها أم رفضها لأن الفلسطينيين ليسوا سوى طرف ضمن أطراف أخرى إقليمية ناهيك عن الإدارة الأمريكية التي تبدي عزمها فرض الصفقة على الجميع من دون أدنى مراعاة لحقوق الشعب الفلسطيني أو الشعوب العربية فهل يتمكن ترامب من تصفية قضية العرب والمسلمين الأولى؟